أهلا بكم إلى جولة على أبرز أخبار المملكة العربية السعودية نبدأ من صحيفة عقاد التي عنوانت تعرض مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان لاقتحام مسلح أعلنت وزارة الخارجية السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء تعرض مبنى الملحقية الثقافية في السودان صباح الثلاثاء لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستلاء على بعض الممتلكات الملحقية واستنكرت السعودية بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية في الخرطوم دعية إلى احترام حرمة البعثات الديبلوماسية ومعاقبة الجنات وجددت المملكة دعوتها إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان وإنهاء العنف وتوفير الحماية اللازمة للديبلوماسيين والمقيمين والمدنيين السودانيين ننتقل الآن إلى سبوتنك ماذا جاء فيها لليوم بطلب من السعودية اجتماع طارق لمنظمة التعاون الإسلامي حول السودان أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارق لبحث الأوضاع في السودان بناء على دعوة من السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طاها أن اجتماع اللجنة التنفيذية الطارق يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان وحرصا منها على إعادة الأمن والاستقرار بها وجدد مناشدته وقف إطلاق النار الدائم في السودان واللجوء إلى الحوار صونا لأمن وسلامة الشعب السوداني والدولة السودانية ومقدراتها واستئناف العملية السياسية إلى صحيفة العربة حيث عنونت لليوم سباق دولي للاستثمار في صناعة الغاز السعودية كشفت مصادر مطلعة أن السعودية تلقت مجموعة من العروض تقدمت بها شركات طاقة عالمية من أجل الاستثمار في تطوير حقل الجافورة للغاز وأطلق عملاق النفط أرامكو في نوفمبر الماضي أعمال تطوير الحقل إذ يتوقع أن يضع هذا المشروع البلد على خارطة هذه الصناعة والمنافسة على الحصص العالمية مع بدء عمليات الإنتاج باعتباره أحد أكبر مكامن الغاز الصخري في العالم وبدأت أرامكو خلال عام 2022 في مراجعة أعمال المنبع كمقدمة لمثل هذه الخطوة لوضع السعودية التي تحوي احتياطات من الغازية الأكبر في المنطقة العربية بعد قطر وفق بيانات شركة بيبي البريطانية ضمن كبار المنتجين في غضون سنوات ويعتبر الجافورة الواقع بمدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية أكبر حقل غاز غير مصاحب للنفط في السعودية وتقدر الاحتياطات الخاصة بها نحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام وتعمل السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم على تطوير احتياطاتها من الغاز غير التقليدي الذي يحتاج طرق استخراج متقدمة مثل المستخدمة في صناعة الغاز الصخري وكانت أرامكو قد اكتشفت الحقلة خلال عمليات التكسير التي كانت تنفذها في تلك المنطقة قبل سنوات قليلة وهو ما يعد بمثابة مكمة مهم واستراتيجية للخاز تم في فبراير 2020 الإعلان عن أولى خطوات تطويره وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لأن المعلومات خاصة لوكلة بلومبرغ أن توتال أنرجيز الفرنسية وشركة سينوبك الصينية انضمتا إلى الشركات التي تجري محادثات للاستثمار في تطوير الحقل وتشير التقديرات إلى أن السعودية تملك نحو 600 تريليون قدم مكعبة من الغاز الصخري وهو ما يعادل ضعف احتياطاتها من الغاز التقليدي لكن تلك الأرقام يمكن أن ترتفع بشكل كبير مع تقدم عمليات الاستكشاف خاصة في الجفورة وكان الأمير محمد بن سلمان قد توقع في السابق أن يحقق الحقل خلال 22 عاما من بداية تطويره إيرادات سنوية تصل إلى 8.6 مليارات دولار والآن إلى الخليج أونلاين حيث عنوانات السعودية تجري اتصالات مع أطراف إفريقية بشأن السودان بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره في جزر القمر إضافة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري في السودان وحسب وكالة الأنباء السعودية واس فقد أجرى وزير الخارجية السعودية اتصالا هاتفيا مع نظيره بجزر القمر ظاهر ذو الكمال وجرى خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان وإنهاء العنف وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها بما يضمن أمن واستقرار ورفاه البلاد كما تم استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها وفق ما نقلت الوكالة السعودية وبالسياق ذاته أجرى الوزير السعودي اتصالا هاتفيا برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بحث خلاله الجهود المبذولة لوقف التصعيد في السودان وإنهاء العنف وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء